أيها السيدات والسادة سنبدأ الآن المجموعة الخامسة للفريق رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي في الاجتماع السنوي الثامن عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت والآن سأدعو زيوف الشرف لإلقاء الكلمات الرئيسية وأولاً أود أن أرحب بدولة السيد كيشيتا فوميو رئيس وزراء اليمن للإدلاء بخطاب رئيسي معالي السيد كيشيدا أرجو أن تعتلي المنصة بالنيابة عن البلد المضيف أود أن أتقدم بتحياتي وترحيبي لكم بمناسبة الدورة الثامنة عشر للمنتدى لحوكمة الإنترنت في كيوتو لعام 2023 إن هناك إمكانات ومخاطر للذكاء الاصطناعي التوليدي وهذه الأمور تتطور بطريقة سريعة فمن الجيد أن هذا الموضوع موضوع حوكمة الذكاء الاصطناعي يناقش هنا في اليابان مع ممثلين من مختلف المجالات أود أن أشكركم جميعا على مشاركاتكم هنا في هذه الجلسة إن الذكاء الاصطناعي التوليدي أطلق عليه ابتكار تكنولوجي يمكن مقارنته بالإنترنت وكما أدى ظهور الإنترنت إلى تطورات ملحوظة في الديمقراطية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ربط البشرية بما يتجاوز قيود الزمان والمكان فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي على وشك أن يحدث تغييرات كبيرة في تاريخ البشرية هذا العام أنا شخصيا شاركت في نقاشات متعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي مع باحثين شباب وشركات تطوير الذكاء الاصطناعي وأدركت أن هناك إمكانات لا حصرة لها لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي فإنه لا يحسن الكفاءة التشغيلية فحسب ولكنه أيضا يسرع الابتكار في مختلف المجالات مثل ابتكاري عقاقير جديدة وتطوير أساليب طبية جديدة وبهذا يحدث تغييرات جذرية في العالم نحن نتوقع أن العالم سيتغير بصورة غير مسبوقة إن الحكومة اليابانية تخطط لتجميع تدابير التحفيز الاقتصادي بنهاية هذا الشهر وهذه ستشتمل على نعم لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تعزيز قدرات تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال توفير موارد حاسوبية وأيضا سنقدم الدعم للشركات الصغيرة ومتوسط الحجم في المجال الطبي وتشجيع إدخال الذكاء الاصطناعي في هذه الشركات وأيضا سوف ندمج هذا في تدابير التحفيز الاقتصادي من ناحية أخرى فإن هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الذكاء الاصطناعي التي قد تؤثر على مجتمعاتنا واقتصاداتنا هناك عدد كبير من الأطراف المعنية التي يجب أن تؤدي أدوارها في تطوير الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال من أجل تعزيز توزيع المعلومات الموثوقة سيكون من الجيد أن نقوم بنشر التكنولوجيات التي يمكن أن تؤكد وتثبت منشأ المعلومات والتقنيات إن المجتمع الدولي بأسره يجب أن يتشاطر هذا الفهم وأن يتعامل مع هذه المسألة بروح من التضامن فإننا يجب أن نجمع كل ذكائنا وحكمتنا من أجل أن نحقق هذا التوازن ما بين تعزيز هذا النوع من الذكاء الاصطناعي وأيضا تنظيمه وذلك من أجل أن نقلص من المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي التوليدي على اقتصادنا وعلى مجتمعاتنا وأن نستفيد أقصى استفادة من إمكاناته في قمة هيروشيما لمجموعة السابعة اقترحت أن نقوم بإطلاق عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز المناقشات الدولية حول تحقيق الذكاء الاصطناعي الموثوق هذا أمر وافق عليه قادة مجموعة السابعة وأوعزوا إلى وزرائهم بتحقيق نتائج في غضون هذا العام إن عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي ستضع مبادئ في نهاية هذا العام وهي مبادئ توجيهية دولية لجميع أصحاب المصلحة في مسألة الذكاء الاصطناعي وهذا من أجل أن نحقق ذكاء الاصطناعي موثوق وعلى وجه الخصوص وكمسألة عاجلة وملحة فإننا نعمل على وضع هذه المبادئ التوجيهية الدولية ومدونة لقواعد السلوك بالنسبة لمطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي وذلك استعدادا لقمة مجموعة السبعة الذي سيعقد عبر الإنترنت هذا الخريف أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو مسألة تقدم الخدمات للناس في جميع أنحاء العالم ولذلك فإن عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي ستستفيد من هذه الفرصة التي يقدمها منتدى حوكمات الإنترنت وهذا لدمج مجموعة واسعة من الآراء من خلال مناقشات أصحاب المصلحة المتعددين بما في ذلك الحكومة والأوسط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص عندما نستمع إلى أراء مجموعة واسعة هذه المجموعة الواسعة من الناس خارج مجموعة السبعة فإننا سنتمكن من إنشاء قواعد دولية من شأنها تمكين المجتمع الدولي بأسره بما في ذلك الجنوب العالمي من التمتع بفوائد الذكاء الاصطناعية التوليدية الآمن والمأمون والموثوق وأيضاً هذا سيمكننا من تحقيق المزيد من المهم الاقتصادي وتحسين ظروف العيش وأخيراً أود أن أختتم ملاحظاتي بالإعراب عن أملي في أن هذه الدورة المخصصة للذكاء الاصطناعي ستكون مؤتمراً ناجحاً سنتمكن فيه من عقد مناقشات هادفة بين ممثل المنظمات الدولية والحكومات وشركات تنمية الذكاء الاصطناعي والباحثين والمجتمع المدني فأريد لهذا الاجتماع أن يذكر دائماً على أنه نقطة تحول في المناقشة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدية وبهذا أختتم حديثي شكراً لكم على حسن استماعكم شكراً جزيلاً مع لي رئيس الوزراء الآن أود أن أرحب بالسيدة ماريا ريسا الرئيسة التنفيذية ورئيسة شركة رابلر إنك والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لإلقاء خطاب رئيسي السيدة ريسا تفضلي بأخذ الكلمة أعتذر أنا قصيرة القامة فسأضطر على أن أقف على أطراف أصابعي شكراً للبلد المضيف لليابان أشكر منتدى حوكمة الإنترنت هذا أمر جديد علي وأنا أريد أن أستفيد من حكمتكم وأنا أريد أن أكون صوت يحثكم على التفكير فيما نحن فيه اليوم وأحثكم على العمل شكراً لهذه المبادرة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي ولكن أريد أن أذكركم بالمشكلات التي نواجهها الآن اليوم أن الحقيقة تواجه هجوماً فنحن الآن في سحابة من حرب المعلومات وإن الرصاصات التي تطلق علينا تنتشر انتشار النار في الهاشيم تقوم بنشر المعلومات غير الحقيقية والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي هي أول انتصال ما بين الإنسان وما بين الذكاء الاصطناعي في عام 2018 فإننا قمنا بنشر دراسة في MIT عن أن الكاذيب تنتشر بسرعة أكثر ست مرات من الحقائق وإن هذا ينتشر أكثر عندما يرتبط بالخوف وبالغضب وبالكراهية كلنا لدينا طريقتين للتفكير نفكر بسرعة ونفكر بالطريقة البطيئة السريعة تتعلق بالعواطف والبطيئة تتعلق بالفكر المنطقي وعندما نجد أن الديمقراطيات وسيادة القانون والإعلام إلى آخره يحدث عندما نحكم العقل ولكن أن التكنولوجيا الآن تقوم بالسيطرة على عقول ليس على عقولنا ولكن على عواطفنا ونجد أن هناك استهداف لانتباهنا أن هذا الانتباه أصبح الآن سلعة وهناك ثمن لهذه السلعة هذا يغير من طريقة تفكيرنا من طريقة إحساسنا فإن هذا أمر نجده في الوسائل التواصل الاجتماعية التي تنتشر بصورة كبيرة فإن كل هذه الأمور قد قلبت عالمنا رأسا على عقب وأنا أعتذر هنا عن هذا الحديث فسنجد مثلا أن نتفلكس هذا الموقع لنشر الأفلام نجد أنه أيضا يعمل بصورة ملتوية لنشر أفكار فنحن نجد أن كل شيء مغطى بصورة براقة ولكن هناك هؤلاء الوحوش في كل ركن من الأركان مستعدين لمهاجمتنا فإننا نجد أيضا أن النظم الاستبدادية تقوم بالسيطرة أو باستغلال هذا الفضاء الفضاء الإنترنت في عام 2016 قلنا أنه بدون الحقائق لا يمكن أن نصل إلى الحقيقة وبدون الحقيقة لن تكون هناك ثقة بدون هذه الأمور الثلاثة لن تكون لدينا أي حقيقة يمكن أن نتقسمها ما من سيادة للقانون وما من ديمقراطية تبقى لي من الزمن دقيقتان لأقول لكم ما الذي يجب أن نفعله إن الإنترنت التي نريدها لها خمس قيم وأنا أشكر الأمين العام الأمم المتحدة على إخبارنا أن لدينا عامان لإنجاز هذا العمل نحن مجموعة القيادة لذا علينا أن نعمل بسرعة وفي عجالة ولكن هناك فكرتان أود أن أتركهما معكم أولا أن الأثر يذهب إلى ما هو أبعد من الفرد أنا شرحت لكم الجانب السلوكي من تأثير الإنترنت إذا لم تكن لدينا معلومات نزيهة أو حقائق نزيهة لن تكون هناك انتخابات نزيهة عام 2024 عام حاسم بالنسبة للانتخابات ولهذا هذا جزء من السبب الذي يدعونا نحن هنا في هذه القاعة الحكومات والمجتمع المدني ومنظمة غير الحكومية والصحفيين إلى آخره كلنا علينا أن نلعب دورنا نحن الآن في آخر دقيقتين من مباراة كرة السلة إذا أردتم إننا في آخر دقيقتين من عمر الديمقراطية نحن لدينا مبادرة تتماشى مع منتده حوكمة الإنترنت أطلقناها في العام الماضي في قمة نوبل للسلام هناك ثلاث مئة من الحائزين على جائزة نوبل وعدد كبير من الأطراف المعنية يجب أن تكتمع للعمل ونحن قمنا بإطلاق خطة عمل بها عشر نقاط بها أو مقسمة إلى ثلاث جوانب الجانب الأول هو أنه علينا أن نوقف المراقبة من أجل تحقيق الأرباح ثانيا يجب أن نقوم بإيقاف في هذا التحيص ضد مجموعات بعينها مثل النساء ومجتمع الميم إلى آخره وثالثا نحن كصحفيين أننا يمكن أن نعتبر الصحافة هي الترياق للطغيان شكرا جزيلا السيدة راسا المتحدث التالي السيد أولريك فيسترغارد كنوتسن نائب الأمينة العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي السيد كنوتسن لك الكلمة شكرا جزيلا يبدو أن لدي تحدي مختلف إنه من دواعي سروري أن أتحدث بعد السيدة راسا وبعد رئيس الوزراء فمن دواعي سروري أن أنضم إلى هذا الاجتماع الخاص بالمنتدى حوكمة الإنترنت وذلك أيضا في إطار العملية هيروشيما للدكال الصناعية التي أطلقتها مجموعة السبعة إن هناك تحولات تكنولوجية سريعة تدور الآن وإن منظمتي أطلقت منذ سبعين عاما أو ستين عاما بالأحرى والهدف هو أن نعمل على تنظيم التعاون الدولي من أجل النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي وفي العقود الماضية قمنا بإعداد سياسات مستندة إلى الأدلة والخبرات والتبادل المشترك والبيانات والتحليلات من أجل أن نتعامل مع التحديات العابرة للحدود وهناك أمثلة على هذا العمل ومن خلال التعاون الدولي فإن منظمتي حاولت أن تمجز سياسات أفضل من أجل حياة أفضل وإن السياسات الرقمية ليست استثناء بالعكس فهي مسألة قمنا بإعداد معايير دولية لها وأيضا قمنا بإطلاق إعلان خاص بالنفاذ إلى البيانات الشخصية التي يحملها القطاع الخاص وهذه المعايير وكثير من شاكلتها تحاول أن تقوم بحوكمة البيانات وتأمين البيانات وذلك من أجل تعزيز بناء الثقل وفي العام الماضي قمنا بتخصيص المزيد من الاهتمام للذكاء الإصطناعي ونظرنا في الذكاء الإصطناعي التوليدي حيث أن الإنسانية تواجه لحظة غير مسبوقة الآن إن رفاهنا وخيرنا رفاهنا الاقتصادي وحتى هوياتنا كلها الآن تتعرض لتهديد ونحن نجد أن الذكاء الإصطناعي يوضح أنه يمكنه أن يؤدي إلى ثورات في الإنتاجية للاكتشافات العلمية للصحة إلى آخره ولكن في نفس الوقت هناك مخاطر ينضوي عليها الذكاء الإصطناعي إن أعضاء مجموعة السبعة قاموا بالتشديد على هذا الموضوع موضوع الذكاء الإصطناعي التوليدي أثناء قمة مجموعة السبعة وأن هناك مخاطر تنتوي عليها مسألة نشر المعلومات المغلوطة والكاذبة ونحن نحتاج الآن إلى جهود من الحكومات ومن الحوكمة ويجب أن نقوم بتطوير الذكاء الإصطناعي بصورة آمنة تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان ونحن حاولنا أن نمهد الطريق إلى ذلك وذلك من خلال التوصيات التي أطلقناها في عام 2019 حول الذكاء الإصطناعي وهي كانت أول معايير حكومية حول هذا المدمار والآن نحن نجمع الأدلة بشأن الذكاء الإصطناعي من خلال مرصد لدينا من أجل أن نقوم بإعداد إطار لتصنيف نظم الذكاء الإصطناعي ونحن إذن علينا أن نعمل مع بعضنا البعض لكي نضمن أن هذه التكنولوجيات ستكون آمنة ومفيدة للمجتمعات للأزف نحن لدينا الكثير من الأسئلة وليس الكافي من الإجابات نريد أن نعرف كيف يمكن أن نضع القواعد لتصميم الذكاء الإصطناعي كيف يمكن أن نحقق الابتكار مع توازن ذلك مع الحوكمة والتنظيمات كيف نضمن أن التكنولوجيات القوية المؤثرة لا تبقى في أيدي قلة قليلة وكيف نضمن أننا سنستفيد من الفرص غير ناهية للذكاء الإصطناعي فعندما يمكننا أن نصل إلى سياسات تجيب عن هذه الأسئلة سنحقق الكثير من التقدم أنا لا تتوفر لدي كل هذه الإجابات ولكن أعتقد أنه من الضروري أن نتعاون في المجتمع الدولي من أجل أن نقود هذه النقاشات لكي نجد أفضل الأدلة التي ستقود الطريق إلى الحل نحن هنا في اليابان في ظل رئاسة اليابان لمجموعة السبعة أن رئاسة اليابان لمجموعة السبعة شددت على موضوع الذكاء الإصطناعي وعلى إعداد مبادئ لذلك وهذا أيضا يتماشى مع ما أصدرته مجموعة العشرين من مبادئ في عام 2019 بالنسبة للذكاء الإصطناعي وفي هذا أصدد فإن عمليات هيروشيما قد حددت هدفا واضحا وهو مدونة سلوك للمنظمات التي تقوم بتصميم نظم الذكاء الإصطناعي المتطورة ونحن في منظمات سعداء بأننا سهمنا في هذه العملية مع منظمات شريكة مثل اليونسكو ومنظمات أخرى وأنا أريد أن أقول أنه لا يمكننا أن نحقق حوكمة الذكاء الإصطناعي بدون مشاركة جميع الأطراف المعنية إن هذه كانت دائما المقاربة التي تنتهجها منظماتي وهو إشراك الخبراء من المجتمع المدني ومن الحكومات ومن الصناعة والقطاع الأكاديمي وكل الأطراف المعنية في كل ما أنجزناه هذه الطريقة التي نبني بها العمل الذي نقوم به فنحن بمشاركاتكم يمكننا أن ننجز سياسات تفيد الجميع السيد رئيس الوزراء وسيدات والسادة يقول ستيفن هوكين أن الذكاء هو القدرة على التأقلم مع التغير وإذن دعونا نستمر في العمل سويا من أجل ضمان أن هذا الذكاء الإنساني والإصطناعي سيساعدنا في مستقبلنا وفي صورنا شكرا جزيلا السيد كنوتسن من المؤسف أن سعادة سيد كشيدا فوميو لن يتمكن من البقاء معنا بسبب جدول أعماله الرجاء التصفيق له شكرا جزيلا أما الآن فسنبدأ بحلقة النقاش وأود أن أطلب من سيدة إما إريسا الأستاذة المعاونة مع هذه المبادرات المستقبل جامعة توكيو أن تدير هذه الجلسة سيدة إما تفضلي صباح الخير حضرات سيدات وسادة إما هو اسم عائلتي أنا أستاذة معاونة في جامعة توكيو ويسعدني ويشرفني أن أقوم بإدارة هذه الجلسة قبل كل شيء سأقدم لكم المشاركين قبل كل شيء لدينا سيد نيك إيك من مت وبعد ذلك لدينا سيد لوسيانو ميسيانو أدي وهو من إدارة الشؤون التكنولوجيا والاتصالات في البرازيل لدينا سيدة دونيز وانغ وهي من مجموعة حماية الحماية في آيام دي آي سنغافورة أما المتحدث الثالي هو سنغافورة وهو وزير الإتصالات في إندونيسيا ولدينا سيد كنت ووكر وهو من جوجل والفابت على اليمين لدينا سيد سوزوكي جونجي وهو وزير الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان وبعد ذلك لدينا سيد بنت رسوف وهو عراب الإنترنت وبعد ذلك لدينا سيد جونجي مراي وهو معروف باسمه عراب الإنترنت في اليابان وأخيرا وليس آخرا لدينا سيد دورين بوغدان مارتن وهي الأمينة العامة لإتحاد الاتصالات الدولي إذن لدينا مشاركين رائعين ولكن قبل أن ننتقل إلى النقاش أود أن أطلب من معالي الوزير سوزيكي أن يحدثنا عن عملية هيروشيما لأذكى الاصطناع ونعطيه الكلمة أتفضل سيدي أود أن أحيى الجميع اسمي سوزوكي جونجي وأنا وزير الداخلية والاتصالات أود أن أرحب بكل من يحضر منتدى حكمة الإنترنت وأود أن أشكر سيدة ماريا ريسا وسيد أيضا المدير أو الممثل من منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنا أود أن نتحدث الآن عن هذه الجلسة والتي تتناول حوكمة الذكاء الاصطناعي وأيضا ذكاء الاصطناعي التوليدي بما لا شك فيه بأنه لدينا مسؤولية اتجاه المجتمع كما نعرف فإنه كان لدينا اجتماع لمجموعة السبعة وكان في هذا الاجتماع تم الاتفاق على استخدام كافة إمكانياتنا من أجل إقامة الشركات والتوصل إلى منتدى يمكن أن يناقش ذكاء الاصطناعي بما في ذلك الحوكمة والانفتاح وكذلك الشفافية وفي الكلمة التي صدرت عن اجتماع الدول السبعة فإنه تم الاتفاق على أن هذا الاجتماع يتفق على عدة نقاط قبل كل شيء فهم المخاطر الرئيسية وكذلك التحديات وبعد ذلك وضع مبادئ توجهية إضافة إلى مدونة سلوك للمنظمات فيما يتعلق بنظم الذكاء الاصطناعي وثالثا التعاون ورابعا التوصل إلى إمكانية تبادل الأراء فيما بين الأصحاب المصلحة وخلال هذه الخلال الاجتماعات نحن تحدثنا عن إذن هذه المدونة السلوك إضافة إلى كل أصحاب المصلحة ونحن نريد أن يكون مما لا شك فيه بأن النظم الجديدة المتقدمة لذكاء الاصطناعي لديها مخاطر وأيضا فرص فنحن نظرنا في قضية مدونة السلوك مع إمكانية وضع التدابير الملائمة خلال تطوير نظم الذكاء الاصطناعي المتقدمة بما في ذلك خلال عملية النشر وأيضا التوزيع في الأسواق بقرية معرفة المخاطر وتخفيفها ثانيا نحن علينا أن نتخذ التدابير الملائمة عن طريق نشر المعلومات بشأن المخاطر وتبادل المعلومات بشأنها حتى نحرص على أن المستخدمين يمكنوا أن يستفيدوا من هذه التكنولوجيات مع تقييم كافة المخاطر ووضع النمازج الخاصة بالذكاء الاصطناعي ووضع السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى الحوكمة وحفظ أسريات المعلومات وتبادل الممارسات الفضلة فيما بين أصحاب المصلحة بالإضافة إلى ذلك فنحن نريد أن نتبادل المعلومات متعلقة بذكاء الاصطناعي المتقدم وأيضا التوصل إلى ما يمكن أن يساعد في توليد المضامين الآمنة ونحن نعتقد بأنه يجب أن نضع نصب عيوننا الأولويات بما في ذلك الصحة الشاملة وأيضا صحة البيئة وتبادل البيانات نحن نوافق بأن هذه الجلسة تشكل فرصة تسمح لنا بتبادل المعلومات فيما بين أشخاص من خبرات مختلفة وأنا سأقدر لكم تبادل المعلومات معنا بشكل صريح برأينا أن هذه المنتديات تعود بالنفع على الجميع ونحن نشاجع على المشاركة من الحاضرين هنا شخصيا وعبر الإنترنت وشكرا شكرا على المسجل الأساس التي تقوم بتطويرها أو ترحيها في السوق وكيف يمكن استخدامها ما هي الحلول والفوائد التي يسعونا إلى تقديمها وبرأيكم ما هي المخاطر والتحديات الرئيسية المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تقومون تطويرها وكيف يمكن التعامل مع هذه المخاطر والتحديات أود أن أطرح هذا السؤال من جلوبال لسيما جوجل ومتا ونعطي الكلمة أولا لسيد كينت ووكر رئيس الشؤون العالمية جوجل وألفا بيتا رئيس الشؤون العالمية في ميتا تفضل شكرا مما لا شك فيه بأن قدرات المتأتية من الذكاء الاصطناعي هي هائلة ويجب أن نتمكن من الاستفادة منها بشكل كامل ستغير كل ما يمكن أن نقوم به من العلوم إلى الصحة إلى آخره أنا سعيد لأنه تم التصفيق للعربين هنا في هذه القاعة هما الذين مهدوا للمستقبل مما لا شك فيه بأننا نستخدم الذكاء الاصطناعي منذ عشر سنوات إذا ما استعملنا جوجل مابس وغيرها من أدوات البحث فأننا استخدمنا الذكاء الاصطناعي مما لا شك فيه بأن العلوم الكمية وكذلك غيرها من المجالات مثل الزراعة وكذلك الصحة وتقديم المياه الشفة للجميع كلها إمكانيات مثيرة للإهتمام مثلا نرى بأنه بذلك يمكن أن نستخدم البروتينات بالنسبة لكافة أنواع البروتينات التي هي متاحة لنا لو استخدمنا القدرات البشرية وحدها سغرقنا الوقت مئات السنوات من أجل أن توصل إلى تقدم بهذا وبفضل الذكاء الاصطناعي فإنه تم تقصير هذه المدة إلى ثلاث سنوات وبهذا نحن سنستخدم نواتج هذه الأبحاث بغية تطوير الطب في المستقبل ولكن في الوقت نفسه نحن نعرف بأن هناك فرص ولكن يجب أن يكون لدينا خطة مسؤوليات وخطة أمن والأمر لا ينحصر في أيدي بعض الأصحاب المصلحة لدينا عدة منتديات مثل الشراكة بشأن الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتديات التي عليها أن تعمل بشكل يسمح لنا بتطبيق الأبحاث لخير الجميع ونحن أيضا نريد دور الحكومات ودور المجتمعات المدنية من أجل تنظيم هذه المساء التي تهم كل شخص نحن سمعنا عن عملية هيروشيما فيما يتعلق بأذكاء الاصطناعي لكي نعترف بالفرص ولكن في الوقت نفسه نحن بحاجة إلى توازن وأيضا الحرص على الديمقراطيات حتى تتبادل المعلومات فيما يتعلق بالأمن توازنها مع المساواة وغيرها من المسائل كلها أسئلة مهمة جدا ونحن نرحب بمشاركة مثل منتدى حكمة الإنترنت لكي نستنير بأرائهم وحكمتهم فيما يتعلق باستخدام هذه التكنولوجيات الجديدة شكرا الآن أود أن أعطي الكلمة لسيد نيك ريك تفضل ونعطيك خمسة دقائق أيضا كما قال كين مما لا شك فيه بأن الذكاء الاستناعي بدأنا الحديث عنه في الف سمعة وخمسين وماتة وجوجل وغيرها لديها أدوات بحث وقامت بأبحاث لمعرفة كيف يمكن أن تستخدم ذكاء الاصطناع في منتجاتها لسنوات عديدة مما لا شك فيه بأن التطورات الأخيرة وأيضا نمازج اللغوية كانت أيضا كانت أيضا مفيدة على الرعب من ثمنها الباهز وسمحت لنا بأن نقفز قفزة إلى الأمام مما لا شك فيه بأنه في منتجات مثل منتجات حكمة الأنترنت نتسأل هل هي جيدة ليست جيدة هناك توقعات حول ما يمكن أن يحصل في المستقبل أنا أود أن تحدث عن ثلاث نقاط أولا عندما يكون ذلك ممكنا وسمعنا ذلك من الوكيل الأميني العام هل ستكون في يدي القليل أو الجميع عندما يكون ذلك ممكن برأيي أنه يجب تقاسم وتشارك هذه التكنولوجية يجب أن تكون يكون أمكانة مشاركة ذلك ومتى جوجل أنا تحدث باسم الجميع ولكن في الماضي كان لدينا قواعد بيانات الألاف منها في الماضي وكلما كان ذلك ممكنا فإنه يمكن تشاطر المعلومات فيما يتعلق بهذه التكنولوجيات وإلا الخطر سيكون أنه سيكون لدينا تكنولوجيا يطورها عدد قليل جداً من المؤسسات ربما ستكون شركات خاصة لكي تستفيد بشكل مادي من هذه التكنولوجيات لدينا ثلاثين مليون استخدام من البحث وقيداً مطولياً من العالم الذين يقومون بالبحث ووضع ما يمكن أن يجعلنا استفيدة من هذه التكنولوجيات ثانياً دائماً نتوقع الأسوأ نعرف بأن الذكاء الاصطناعي هو سيف ولكن لديه غمض فإذا ما نظرنا في مادة وأيضاً في العمل الذي كان علينا أن نقوم به من أجل أن نقلص المضامين الضارة مثل الخطبات الكراهية نحن نعرف بأنه بين 0.0% و 0.02% هذا يعني بأنه إذا ما يجب أن تبحث في فيسبوك لمدة طويلة لكي تجد خطاباً أو خطابي كراهية أنا أتمنى لو كان هذا المعدل صفر ولكن هذه هي من المخاطر ولكن نرى بأن العدد قد تقلص 60% خلال السنة ونصف الماضية وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي وحده نعم الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات ولكنه أيضاً فيه فرصة رائعة تسمح لنا بتضخيم محاسينه ثالثاً ونحن عندما نتحدث عن المخاطر نتحدث عن المخاطر بعيدة الأمد الوجودية مثلاً أن يصبح ذكاء الاصطناعي مستقلاً أن يكون لدينا ذكاء الاصطناعي يمكن أن يفكر لنفسه ويمكن أن يصبح مستقلاً ولكن كما سمعنا يجب أن نتفق في قطاعاتنا وكذلك في الحكومات وبين أصحاب المصلحة لكي نعرف ما هو المضمون الذي يولده ذكاء الاصطناعي ليس من ناحية الناس وإنما من ناحية السور حتى نتوصل إلى الأمن والضمان لكي نضمن مثلاً نزاهة الانتخابات وأجب أن نفكر في اليوم ولا نؤجل الأمور إلى الغد النظري شكراً أعتقد بأن هناك العديد من الأسئلة التي يمكن أن نسمعها أود الآن أن أطرح السؤال الثاني في السؤال الأول سمعنا بأن هناك شركات تطور تطبيقات فيما يتعلق بذكاء الاصطناعي ولكن في الوقت نفسي تحاول أن ترفع التحديات المتعلقة بذكاء الاصطناعي التولدي ماذا عن مدونة السلوك كيف يجب اتخاذ التدابير من أجل رفع التحديات الخاصة بالمخاطر ولسيما في مجال الأسواق بشكل يسمح لنا بعالجة نقاط الضعف وتخفيف من المخاطر بعد إصدار هذه التكنولوجيات ما هي المخاطر والتحديات التي تعتقدون أنها أكثر أهمية بالنسبة للك المنظمات أو المؤسسات لكي تعالجها في أبحاثها وجهودها وما هي التدابير والإجراءات الفنية التي تعتقدون بأنها أكثر فعالية والكلمة الآن للسيد نيزار باتريا وهو نائب وزير الإتصالات المعلوماتية في إندونيسيا قبل كل شيء أود أن أشكر المنتدى على إتاحة لفرصة تشاطر المسرح مع أشخاص مرموكين وبارزين من عالم التكنولوجيا مما لا شك فيه بأن ذكاء الاصطناعي سيعود بأن نفع علينا عام 2021 فأن ذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة في نسبة 22% من القوة العاملة إذن زادة نسبة القوة العامة 22% ولكن علينا أن نعترف بأنه في الوقت نفسه فأن ذكاء الاصطناعي يطرح عدة مخاطر ويجب أن نعقف على تدرسها إن إندونيسيا تؤمن بأنه علينا أن نكثف نهجنا المشتركة من أجل أن نخفف من مخاطر الذكاء الاصطناعي على عدة مستيات أعتقد بأنه كان لدينا التزام منذ أربع سنوات في اليابان حيث أننا قمنا بدعم المبادئ متعلقة بذكاء الاصطناعي خلال اجتماع مجموعة العشرين وبعد ذلك أطلق العنان لعملية هيروشيما لذكاء الاصطناعي بشكل يسمح بيضم أصحاب المصلحة وبالإضافة إلى ذلك فنحن نرى بأن هناك عدة منتيديات تعكف على تدارس الذكاء الاصطناعي وذكاء الاصطناعي التوليدي الأم الذي يتطلب مننا نحن كمشتعل دولي أن نعمل معا وليس بشكل متفكك أن إندونيسيا لا تعمل وحدها ولا تعمل بشكل منعزل نحن لدينا منظومة الذكاء الاصطناعي منذ 2020 من خلال وضع عدة سياسات بما فيها استراتيجية متعلقة بدكاء الاصطناعي إضافة إلى تطوير كل ما يتعلق بمنظومات خاصة بدكاء الاصطناعي في إندونيسيا من ناحية أخرى كمنا بتصنيف البرامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأيضا كمنا بتقديم ما يمكن أن يساعد على حماية بيانات الشخصية ضمن برنامج خاص بذلك بالإضافة إلى ذلك فنحن لدينا أنظمة معالجة تقوم برصد العمليات التصنيف الخاصة بذكاء الاصطناعي ونحن أيضا لدينا لجنة خاصة بالأخلاقيات المتعلقة بذكاء الاصطناعي وتأخذ بعين الاعتبار الحكمة المحلية وتسمح لنا في الوقت نفسه بالمشاركة في حوكمة الذكاء الاصطناعي نحن على يقين بأن الحكومة لا تستطيع أن تنجح لوحدها وتدعيما لعملية الحوكمة فنحن ندعو كافة أصحاب المصلحة حتى يشاركون في وضع السياسات إضافة إلى المنظومات المختلفة ونحن الآن في توري تقصي مجالات لتحديد المخاطر إضافة إلى التكنولوجيات لتخفيف من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي نحن على يقين بأن الحوكمة من جانب الحكومة لا تكفي من أجل تخفيف من وطأة مخاطر الذكاء الاصطناعي نحن بحاجة إلى الخبراء حتى نضع ذكاء الاصطناعي في خدمة الجميع بما في ذلك ومن التدابير وضع السياسات ومنها تتعلق بالمضمون الحرص على عدم التمييز في الأسواق وأيضا محو الأمية الرقمية إن حكومة إندونيسيا على إهبة واستهداد المشاركة في كافة المناقشات الخاصة بحوكمة الذكاء الاصطناعي حتى نبني مع البلدان الأخرى نبني مستقبلاً حيث يكون ذكاء الاصطناعي في خدمة في خدمة رفاهيات البشر وشكراً شكراً جزيلاً سيد نازار باتريا أود أن أطرح السؤال نفسه على سيد ماتسا شكراً جزيلاً على أطائي الكلمة هناك قضية تتعلق بالتحديات التحدي هو أن نسمع أصوات البلدان النامية في مناقشات كهذه في بعض الأحيان يكون ذلك صعباً أود أن أشكر حكومة اليابان على دعوتهم لي وأنا أود أن أثني عليكم لأنكم بدلتم جهداً حتى تجعلوا هذه العملية شاملة قدر المستطاع أعتقد بأنه علينا أن نكون واعين لأوجه التفاوت في هذا المجال وكيف يمكن أن نعتمد نهجاً لمعالجتي ذلك عندما نتحدث عن تخفيف من وطأة المخاطر هناك عدة نمازج وعضعتها بعض الشركات لدينا سبعة في بجموعة السبعة كان لدينا ما يسمى بعمليات هيروشيما فيما تعلق بالدركاء الاصطناعي نحن نتحدث عن سوق مركز قد يغير المستقبل ونأمل بأنه سيغيره للأفضل من وشهة نظرنا فنحن نرى بأن هناك عدة منظمات تعمل معاً في العالم في دول المتقدمة ولكن يجب أن تحرص على أن يكون هناك ملكية محلية في البلدان في النامية في السنوات المقبلة وتأخذ بعين الاعتبار واقع على الأرض في هذه البلدان وأن تأخذ بعين الاعتبار تفاوت الظروف فيما بين الدول أعتقد بأنه أيضاً يجب أن يكون لدينا منظومات تسمح بزيادة التطبيقات محلياً وأيضاً يجب أن يكون هناك منظومات دينامية ومن خلال الذكاء الاصطناعي المفتوح وغيرها من المسائل التي سمعنا عنها برأينا أن هذا الجهد من المفترض أن يشجع المضامين وأيضاً الجهود المحلية حتى تصبح السوق ديمقراطية هناك قضية أخرى متعلقة بالمخاطر وتخفيف من وطأتها من الضروري جداً توسيع مفهومنا للمخاطر حتى نضع نصب أعيننا المخاطر الرئيسية التي يترح ذكاء الاصطناعي ولسيما فيما يتعلق بتوسيع الهوات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها فيما بين البلدان نحن رأينا خلال فترة ما بأن هناك قضايا الأمن التي تدخل في تصاميم بعض المنظونات وهذه من الأمور التي يجب تدعيمها أيضاً عندما نضع نمازج ذكاء الاصطناعي يجب أن تكون شاملة من ناحية تصميمها ويجب أن تكون أساساً لتصميم هذه التكنولوجيات شكراً لسيد ماتسا دي أندرادي مدير قسم العلوم والتكنولوجيا والملكية الفكرية في وزارة الخارجية البرازيلية والآن نود أن ننتقل إلى السؤال التالي نحن سمعنا بأن مشروع المبادئ التوجهية ومشروع مدونة قواعد السلوك تضمنان مبادئ وإجراءات لمطوري ذكاء الاصطناعي حتى يتبادل المعلومات بشكل مسؤول حول مخاطر الأمن والسلامة التي تشكلها هذه النمازج والتدابير المتخدة لمعالجة هذه المخاطر ونشر تقارير الشفافية ووضع سياسات الخصوصية وسياسات حوكم التدكاء الاصطناعي ما هي المعلومات التي تعتقدون بأنه يجب أن نشجع نشرها وما هي العناصر التي تعتقدون بأنه يجب تضمينها في تقارير الشفافية كيف يمكن تبادل المعلومات بشكل أفضل على طول سلسلة القيمة خاصة فيما يتعلق بمطوري المطوري الذين يواصلون تطوير النمازج وضبطها لدينا إذن نبدأ بالمشاركة الأول تفاية سيدي سفاة سيدي شكرا شكرا لكم أولا أنا ممتن كثيرا لدولة رئيس الوزراء على كلمته الافتتاحية ومخالف ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في تدشين هذا الاجتماع الثامن عشر السنوي لمنتدانا بعض النقاط المشتركة أولا الإنترنت في الواقع هو عبارة عن برمجيات حوسبية واسعة ذكاء اصطناعي وتعلم آلي والمدهش هو أنه يمكنك أن تستخدم برمجيات حوسبية لابتداء كونك لحالك وهذا ما فهمناه هو أن البرمجيات هذه تنفذ ما برمجتها عليها ولكن ليس دائما ما تريدها أن تفعله وهذا ما يسمى بالفيروسات ولاحظنا أنه فيما بعد يمكن ابتداء واختلاق فيروسات وأيضا يمكن ابتداء واختلاق أدوية لمعالجة تلك الفيروسات وهكذا طبقت فقرة التعلم الآلي على البرمجيات الحوسبية وصدنا الآن معتمدين بشكل مكثف على البرمجيات الحوسبية أنا أعتقد أن البرمجيات الحوسبية هي من التكنولوجيات الأكثر قوة التي خلقها الإنسان وكلما زاد مستوى الاعتماد كلما زاد مستوى المخاطرة والمجازفة والمخاطرة رهينا بالتطبيقات التي تعتبد عليها نماذج التعلم الآلي فهنا كان نقاط الخطأ points of failure والأثار الجانبية التي تتراتب عن الاعتماد على هذه البرمجيات الحوسبية وهنا ندخل في موضوع المسئولية والتطوير المسئول في استخدام البرمجيات الحوسبية هنا ندخل في مسألة الأخلاقيات كيف ومتى يتم استخدام هذه الأخلاقيات وكيف يتم ومتى تستخدم الذكاء الاجتماعي وكيف يستخدم التعلم الآلي بشكل أخلاقي وهناك أيضا مسألة تقاسم البيانات هناك خيارات عدة يمكن تقاسم موارد المواد التدريبية أين تتواجه تلك المضامين التدريبية نظم التعلم الآلي عندما تستخدم ينبغي بالطبع أن نعرف مسبقا أين وكيف تطبق المواد التعليمية حتى نستطيع أن نتكهن بالنتيجة المرتقبة وينبغي أيضا أن نفهم في أي ظروف يمكن لهذه النظم أن تقدم خدمة سيئة وهي صعبة تتكهن لأن هذه النظم معاقدة للغاية هذه الاحتمالات كانت قليلة في البرمجيات التي ترى رأت فيها ولكن زاد مستوى التعاقد برمجية الحالية وزادت معه احتمالية الوقوع في خطأ إذن تقاسم المعلومات تقاسم البيانات وتقاسم التجارب والخبرات واختار للمستخدمين والمطورين بالمخاطر التي قد تصادفهم على طريق التطوير الاتحاد الأوروبي مثلا قام بتصنيف مرتبة المخاطرة في التطبيقات سواء في مجال الصحي أو في مجال العلاجات والتشخيص الطبي على كل شكرا لكم وأتوقف هنا شكرا لك جزيلا سيد فينتسرف تمنى لو كان عندي مزيد من الوقت أدعو سيدة وان للرد على نفس السؤال شكرا لك وشكرا لحكومة اليابانية دولتنا المضيفة على هذه الفرصة نحن كثيرا عن نماذج إدارة الذكاء الاصطناعي بدأنا بأول نموذة في 2018 قمنا بتحقيقنا في 2022 في حزارة هذه السنة قمنا ببناء مؤسسة للمصادر المفتوحة للذكاء الاصطناعي وبدأنا أيضا في النقاش في هذه المسألة وقمنا بوضع ورقة النقاش لتحديد المخاطر التي تحفو بالذكاء الاصطناعي وما هي الحلول التي يمكنها تقدم طرفي الذكاء الاصطناعي التوليدي الواقع هو أن هناك فضاء لاصحاب القرار السياسي والصناعي وهي وضع إطار مسؤولية متقاسمة كخطوة أولى لتحديد مسؤولية جمع الأطراف في دائرة حياة تطوير النماذج وهناك بعض المعلومات الهامة التي يمكن أن تتقاسم خاصة من طرف مطور النماذج مثلا المعلومات المتعلقة بطريقة تطوير واختبار النماذج ومسألة شفافية استخدام مجموعة البيانات المستخدمة وبالنسبة للمستخدم النهائي يمكن توفير معلومات فيما يتعلق بالحدود المفروضة على مستوى أداء النماذج وأيضا على البيانات المستخدمة من طرف المطورين من أجل تعزيز وتحسين النماذج نعتقد أن مثل هكذا إطار من المسؤولية ينبغي أن يكون مشتركا في عالم البرمجيات وتطويرها ويعطي مسؤوليات محددة لكل جهة مساهمة فيها هذه المسؤولية متقاسمة وهذا سيمكن المطورين ومستخدمين من القيام بتقدير المستوى المخاطرة ونحن نعتقد أن توسيم وتعليم النماذج أو المضامين المولدة من طرف الذكاء الإصطناعي هي من الأمور التي ينبغي أن نبتدأ بها على الصعيد العالمي والدولي وعلى أن تتوأم الجهود فيما بين جميع أصحاب المصلحة المنهمكين في هذا العمل شكراً السؤال التالي المبادئ التي تستخدم طرف المطورين ينبغي أن تضم بعد الإجراءات الفنية والإجراءات الفنية لضبط البيانات المتقاسمة ما نوع التدابير التي تعتقدون أنها ستكون أكثر فعالية باسم المنظمات لإستثمار فيها أو لتطويرها أدعو الآن السيد كيلة ووكا رئيس الشؤون العالمية في ألفابة كوكو لرد على سؤال المشكلة الكبرى التي تتواجه هنا هي المشاكل التي تتواجه هنا في البحث البحث يبدأ من كلمة ونبحث عن كل الكلمات المتوائمة في الإنترنت ثم نبحث عن المرادفات وعلى المفاهيم المتصلة بذلك المفهوم كيف نشيد العلاقة ما بين ملك إنجلترا وملك إسبانيا مثلا قمنا إذن بمؤامة عدد كبير من الكلمات باللغة لكن حسب عوامل رياضيتية وقبل ست أسابيع بحوث أخرى نشرت ساعدت على تحديد ما يسمى ترانسفورمس وهي هندسة حوسبية تمكننا من فهم ثراء اللغات البشرية هناك آلاف اللغات البشرية في العالم وقد تعلمنا كثيرا بالعمل على المضامين الموجودة في الإنترنت من أجل مراجعة مصدقية المضامين فيما يتعلق بأمن المضامين نعتقد أنه علينا أن نعمل جماعة وقمنا بإدخال ما يسمى بالكود البسيط The Safe Framework Internet وهو يضمن أن تكون المضامين التي تحتاج إلى سرية وخصوصية أن تبقى تمتاز بتلك الخصوصية وعندما تحتاج إلى نشر فيمكنها أن تنشر وذلك باستخدام هوية الإلكتروسيونية بسيطة باستخدام رسائل مصورة أو صور لا يتعدى حجمها البكسل حتى نعرف مصدرها المعلومة وبطبع هل يمكننا أيضا استخدام تلك الصور في البحوت من أجل فهم إذا كانت أو متى تم حق تلك الصورة الأول مرة في الإنترنت ثم هناك أيضا سياسة لأن يجبر كل ناشر لمضامين مولدة من الذكاء الاصطناعي لدى الانتخابات أن يخبر الجماهير أنها مولدة من طرف الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت علي أن أقول أن التصديق على المستقية يمكن أن يتم ومع ذلك المضمون يكون غالطا أو كاذبا لذلك الحل الوحيد هو أن نعلم أنفسنا فنون الإنترنت والفنون الرقمية حتى نميز بين الخبيط والطيب فيما هو مقبول وغير مقبول دار وصالح في العالم الرقمي شكرا الآن أطرح السؤال على البروفيسور المراي لرد على نفس السؤال أنا أتذكر عندما زرت أحد جامعات الويتمتحدة الأمريكية واطلعت على بعض البحوث الفلسفية لاستخدام النماذج الحوسبية في بداية السبعينات والتي كانت تتهمت بالكتب الفلسفية وقامت بتحليل الفكر البشري وكانت ذلك عبارة عن أول انطلاق لذكاء الاصطناعي باستخدام اللغة البشرية والنتاج كان قابلا للثقة ونحن نعرف الآن أن مضامين المولدة من طرف الذكاء الاصطناعي هي في الواقع خليط مزيج منتج من وفرة من المعلومات المحقونة من طرف مستخدم وسائط الاتصال الاجتماعي الموجودة في الويب وهي مولدة من كل مكان افتراضي من كل مضمون افتراضي موجود على الانترنت بالطبع كل هذا ينبغي أن يرتبط بتدابير أمنية في عالمنا اليوم من أجل ضمان ضقة البيانات ومدى موثوقية المعلومات المولدة من الذكاء الاصطناعي في اليابان مثلا ذا شن مجهودات صناعية اسمها الوريجينيتر بروفايل ملامح المصدر الأول للبيانات من أجل تحقيق ذلك نحتاج إلى هوية ومصدر البيانات وتقفيها بشكل كامل حتى نصل إلى أصلها الأول وليس فقط بتقفي النتائج النصية ولكن أيضا بتقفي الأرقام المرافقة لها والتي ولدت من طرف مجسات الافتراضية هذا مستوى من الدقة سوف يتبع عن كتب وسوف يناقش وسوف يتم تقاسمه كمصدر حكمة بين جميع الأطراف وأصحاب الشأن شكرا لك السؤال التالي يتضمن مشروع مبادئ توجيهية ومشروع مدونة قواعد السلوك ومثاقة الشرف متطلبات لمطور الذكاء الاصطناعي لتعزيز تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة ولموجهة أكبر التحديات في العالم مثل أزمة المناخ والصحة العالمية والتعليم ما هي المجالات التي تعتقدون أنه يجب على تلك المنظمات أن تعطيها الأولوية في أنشطتها واستثمارتها بخلاف تلك الموضحة في الأسئلة السابقة ما هي بعض التدابير الاستباقية التي يمكننا تضمنها في مثاق الشرف الذي من شأنه تمكين الابتكار بدلا من التخفيف من المخاطر فقط إذن أنا أدعو سيدة دورين بوغدان مارتن للرد على هذا السؤال الكلمة لك شكرا لك صلى الله صباحكم سعيدة بتواجدي معكم أبدأ بتوجيه شكري لحكومة اليابان على وضع هذا الموضوع في صدارة برنامج عمل منتدان للرد على سؤالك أعتقد أنه ينبغي أن نبدأ بأن نقول بأن القطاع الخاص هو المحرك الأول وراء الابتكار وأنا سعيدة برؤية مدى انهماك القطاع الخاص للأخذ على محمل الجد مشاكل العالمي الكبرى بطبعنا نحن لا نريد أن نخفي الحقاق تحت سجاد نريد فقط أن نقول أن القطاع الخاص هو مركب أساسي من الركبيين المكونة الأساسية لاتحاد دول الاتصالات وميتا وغوغل هم جزءا من عائلة الاتحاد اتحاد دول الاتصالات ونعتمد عليهم لتوفير هذه المعارف وتيسير التزامنا والمقنينين والمشارعين وبطبع هناك طائف عديدا من المحافزات الاقتصادية وغير الاقتصادية الأصعاد الوطنية والدولية والتي تحفز القطاع الخاص لاتثمار في مبادرات تؤدي في أخي المطاف إلى إفادة المجتمعات هذا بطبع يشمل الشركات الابتكارية بين القطاع الخاص والقطاع العام ذكرتي الصحة والمناخ والتعليم بالفعل هذه حقول ذات أولوية وهناك مثالي خصني شخصيا نحن ركزنا على ربط المدارس بالإنترنت كثيرا وهو من أهدفنا نريد أن كنا نريد أن نربط جميع المدارس بالإنترنت في 2015 لم نحقق ذلك مع الأسف ثم عندنا أيضا مبادرة مع اليونسوف ومع القطاع الخاص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لوضعي الخرائط ونستخدم نفس التقنيات لأنظار في ترتيبات الربط من أجل زيادة عدد الفصول المدرسي المرتبطة بالإنترنت ثم هناك تطبيق آخر وهو إدارة الكوارد وهو من أولوياتنا ومن أولويات حكومة اليابان أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد برهن على كثير من الإمكانيات الممكنة وقمنا لا سيما في مجال الإنذار المبكر وبالتعاون الوطيد مع اليابان معظمة أرصاد الجوية العالمية ومبارنواج الإنمائي لأمم المتحدة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم أيضاً في وضع النمادج وفي تحسين الاتصالات لدى الكوارث مع ذلك أعتقد أننا لن نستطيع التحقيق لذلك بدون تحقيق النهج متعدد أطراف أو متعدد أصحاب الشأن كمحرك أساسي للتغير الإيجابي شكراً لك سيدتي نطرح نفس السؤال على السيد النزار شكراً القلق الأول يوجد في مسألة المعلومات المغلطة وتضليلية المبثوثة في الإنترنت السنة القادمة سوف تنعقد كثير من العملية الانتخابية في العالم وفي بلادنا ونحن قد جازنا عدداً من التشريعات والقوانين من أجل تقنين نشر المعلومات على المنصات الرقمية باستخدام الذكاء الإصطناعي ونتعاون مع عدد كبير من أصحاب أشأن من بينها جوجل ومتا ونتمنى أن نستطيع أداء هذا الواجب السنة القادمة لأنه سيكون من ضدط اختبار كبرى بالنسبة لنا وبالنسبة الطريق تعطيرنا لاستخدامات الذكاء الإصطناعي في الحملات الانتخابية السياسية ونتمنى أن تتم الانتخابات القادمة السنة القادمة بشكل آمن وما رأي البروفيسور مراج هذا الأمر بالفعل في مسألة إدارة الكوارث الطبيعية والزلازل بطبع اليابان يهتم كثيرا بكل ما يمكن أن يسهل علينا هذه العملية إذ إننا معرضون بشكل متكرر للزلازل فكلما يواجهنا زلزال كلما جمعنا الأعداد الهائلة من البيانات الرقمية وإن استخدمناها بحكمها فنطيع إنقاذ الأرواح فالمسألة نأخذها على محمل الجد الكبير ونحتاج في ذلك إلى بيانات موثوقة حتى نستطيع التكهن للزلزال القادم ثم هناك موضوع آخر يهم اليابان ألا وهو شيخوخة لأنه عندما يزداد عدد المسنين في بلد المات تزداد واجبات الرعاية الصحية فالإدارة الصحية في المستشفيات في المستشفيات وفي إدارة البيانات الصحية مسألة هامة جدا لم تكن تعالج هذه البيانات بشكل كامل وصحي خلال العقود الثلاثة المنصرمة ليس في اليابان فقط بفي كل أنحاء العالم ولذلك تدعنا العمل في هذا المجال ولاحظنا أن مسألة خصوصية البيانات وهي مسألة حاسمة وهمة مسألة دقة البيانات ثم مسألة كيفية معالجة الكمية الهائلة من البيانات والكمية الهائلة من الأجهزة الحسابية المطلوبة من أجل معالجة البيانات أعتقد أنه في مجال الصحة وإدارة الكوارث سنستطيع الاستفادة مما توفره التكنولوجية الجديدة وبطبع في ذلك نحتاج إلى التعاون معا ونحتاج أيضا إلى المقدرة على التقييم والمراجعة من طرف طرف ثالث ونحتاج بطبع إلى مشاركة الحكومات ولذلك أفضل مثال على النموذج القائمة على تعاددية أصحاب الشأن هو ماذا تمكننا من استخدام الذكاء الاصطناعي لتأطير المستقبل السؤال التالي كيف يمكننا أن ننظم العمل من أجل جعل الذكاء الاصطناعي مصدرا موثوقا في المجتمع أعطي الكلمة لسيد كلارك أولا التكنولوجية هذه تتطور بسرعة فائقة وأعتقد أن هناك بعض الأمور قابلة للتكاهن على سبيل المثال النماذج اللغوية التي تخصون هنا أنا أعتقد أنه في قريب العاجل سنرى أن كثير من هذه النماذج اللغوية هي نماذج لغوية واسعة تركز على اللغات وستكون هناك نماذج أخرى ستقوم على مضامين مرئية وليس لغوية وأعتقد أن النظامين سوف يمتزجان النماذج اللغوية والنماذج المرئية أي سوف تمزج بين المضامين اللغوية والمضامين المرئية وسوف يكون هناك إذن مرور بين النماذجين بشكل تلقائي ثم بالنسبة اللغات المستخدمة في تدريب هذه البرامجيات للذكاء الاصطناعي سوف يزيد عدد اللغات المستخدمة في البداية كانت بالطبع اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى المستخدمة في ذلك لأنها كانت مطرف شركات أمريكية هذا لا يعني أن المطورين لا يمكنهم استخدام لغات أخرى إذا هناك الشركة استخدمت لما اثنين كلغة مفتوحة لتطوير نموذج اللغوي باللغة اليابانية عالي الأداء وأعتقد أن هذا يمكن أن يقع في لغات أخرى أيضا صعب جدا أن تحدث عن الأمور عالية التقانى وأمامنا عربان اثنان الإنترنت في هذه القاعة ولكن نقول كل هذا على فرضية أن هذه النماذج سوف يزداد حجمها في المستقبل هذا ليس ضروري أعتقد أنا أعتقد أن أول شيء سفيقعه وزيادة في فعاليتها أن تستخدم كمية أقل من البيانات أن تستخدم قدرة أقل من القدرة الحوسبية أنا أعتقد أن ما سنره هو أن الناس سنحصل على نموذج خف في هذه النماذج اللغوية ولكن أعلى كفاءة على كل هذه النماذج اللغوية الكبرى ستستطيع بطبع أن تقوم بإعادة استهلاك ولا أدري إن كانت ستقوم بإعادة استهلاك وإعادة هضم كل المضامين الموجودة على الإنترنت فبعد مدى من الزمس تكون قد طلعت عليها وهضمتها أكثر من مرة شكرا أطرحوا نفس السؤال على السيد السوف أبو الإنترنت أنا متأكد من الجميع يعرف أن علاقتي بالإنترنت لا تعني أنني دار بكل حيثياتي الذكاء الإصطناعي أريد فقط أن أتحدث عن الزميل في جامعة الو سي الاي جودا بيرل هو من أحد منحازه على جائزة تورينج وهي جائزة في العلوم الحوسبية على عمله في مجال تعلم الألي والذكاء الإصطناعية وقد كتب كتبين أو ألف كتبين اثنين بعنوان casualty الثاني بعنوان كتاب ماذا The book The book of why في أحد الكتبين تحدثت عن مستوى الأداء الاحتمالي وهو يقول إنه لا يمكن استنتاج أي شيء اللهم إن كان هناك نموذج احتمالي وأنا أستخدم هنا التعلم الآلي عواض النماذج اللغوية الواسعة والذكاء الإصطناعية هذه العبارة التي أفضل لم يفهم المرء الفرق ما بين العلاقة السببية والعلاقة المباشرة فقد يؤدي بنا هذا التفكير إلى استنتاج أن عجلات السيارات غير المملوئة بالهواء يمكن أن تكون هي سبب وراء ولادة الأطفال يعني أنه ليس هناك علاقة في ذلك لأن عدم تمكن السيارة لتحمل المرأة الحامل إلى المستشفى قد تجبرها على الإنجاب في السيارة وضرب مثال آخر عن العلاقة السببية وأهميتها في جوجل قمنا بتجربة تبريد محركات مراكز البيانات الكبرى وقمنا بتدريب منظومة للتعلم الآلي من أجل القيام بذلك وهذا مكاننا من توفير 40% من متطلبات الطاقة التي كنا نوفرها إن قمنا بالعملية يدويا إذن العلاقة السببية ينبغي أن تدخل في طريقة تدريبنا لهذه النماذج شكرا جزيلا الآن أنتقل إلى السؤال التالي هل تعتقد أنه ينبغي النظر في تطوير أدوات أو آليات لمساعدة المنظمات على رصد تنفيذ المبادئ التوجيهية ومدونة قواعد السلوك ومساءلة المنظمات عن التقدم الذي تحرزه في القيام بذلك سأطرح السؤال هذا على سيد مراي أولا للإجابة عن هذا السؤال أعتذر لقد فاتني الترتيب السؤال هو السؤال رقم سبعة هل تعتقد أنه ينبغي النظر في تطوير أدوات أو آليات لمساعدة المنظمات على رصد تنفيذ المبادئ التوجيهية ومدونة قواعد السلوك سيكون هناك تكرار ولكن إن التقييم الذاتي مسألة هامة للغاية بالإضافة إلى المتابعة أو الرصد أيضا أعتقد أنها مزئوليتي أنا أن أقوم بذلك أن أقوم بالتقييم الذاتي وهذا أيضا أمر ينسحب على الأشخاص الآخرين المشاركين في هذه العملية بالإضافة إلى الشخص نفسه والأطراف الثالثة أو الأطراف المستقلة فمن المهم أن تكون هناك متابعة مستمرة لهذه العملية إذن من الضروري أن نستثمر في الباحثين وفي المعلمين والمثقفين وهذا من أجل أن نزيد من جودة المتابعة شكرا لسيد موراي الآن أود أيضا أن أعطي الكلمة لسيد فينطن سيرفلي كي يجيب عن نفس السؤال السؤال الرئيسي هنا هو ما هي الأمور التي نقيصها وما الهدف من ذلك فهذا أمر يتطلب الكثير من الابتكار حتى نقيم الجودة خاصة نماذج التعلم الآلي إن الهدف من هذا القياس واضح ولكن السؤال الأكثر تعقيدا هو كيف يستجيب النموذج نموذج هذا التعلم الآلي للمدخلات التي تدخلها هل ما ينتجه أمر يمكن أن نستخدمه أم لا إذا كان بإمكاننا أن ننظر في جودة المخرجات في بيئة مثلا عالية المخاطرة فيمكن أن تكون هذه أولوية بالنسبة لنا لكي نضمن أن هناك تطبيقات تتعامل مع الأوضاع عالية الخطورة السؤال التالي أود أن أطرحه على المتحدثين التاليين السؤال هو ما هو العمل الذي يجب أن نقوم به من أجل أن نضمن أن الجنوب العالمي لا تفوته الفرصة في المشاركة إن لوسيانو قد أجاب عن هذا السؤال من قبل ولكن أريد أن أضيف إلى ذلك لا يمكن أن نكون جزءا من ثورة الذكاء الصناعية إذا لم نكن جزءا من ثورة من الثورة الرقمية وهذا يذكرنا أن هناك 2.6 مليار شخص لا يتمكنون من النفاذ إلى الإنترنت في وقتنا الحالي فنحن يجب أن نفقد تركيزنا فيما يتعلق بأهمية الاتصال والنفاذ إلى الإنترنت وأهمية عالمية هذا الاتصال وهذا النفاذ نحن نحتاج إلى البناء التحتية والمهارات الرقمية والكثير من الأمور حتى نتمكن من إداحة ذلك أما بالنسبة للتوصيات المحددة فلدي ثلاث توصيات أولا أقول أنه هناك دور هام يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في ضمان الاتصال أو النفاذ علينا أن نقوم بإصدار المبادئ الإرشادية وأيضا منذونات السلوك وأيضا نحتاج إلى بناء القدرات نحتاج إلى المهارات التي تمكن من هذا النفاذ إن الاتحاد الدولي للاتصالات يركز على تطوير المهارات في فضاء الذكاء الاصطناعي ونحن نعمل من أجل أن ندمج الفرص الخاصة ببناء القدرات مع الفرص الأخرى التي تقدمها المنظمات الشريكة التي تنتمي إلى المنظومة الأممية ثانيا يجب أن تكون هناك معايير فنية نلتزم بها جميعاً وهذا أمر نأخذه في الاعتبار عندما نعمل مع المنظمات الأممية الأخرى وأخيراً بالنسبة للتعليقات التي صدرت بشأن أهداف التنمية المستدامة الأمم المتحدة فنحن يجب أن نستخدم الأمم المتحدة كمبالور للتقدم الذي يمكن أن يحرص في هذا الإطار إن سيد نائب الوزير من اليابان قال أنه علينا أن نتعاون فيما بيننا وأن نستمر في النقاش بشأن هذا الموضوع الهام فإذن هناك الكثير الذي يمكن أن ننجزه إذا ما عملنا سوياً إن الاتحاد الدولي للاتصالات لديه قمة لذكاء الصناعية ونحن نعمل مع أربعين من الوكالات المختلفة في إطار منظومات الأمم المتحدة فهذه مساحة جيدة لكي نتبادل الخبرات وأفضل الممارسات هناك أيضاً عنصر هام فنحن يمكن أن نقوم بأخذ كل هذه الأمور في الاعتبار خاصة في إطار الاتفاق الرقمي العالمي والعمل الذي نعمل عليه في هذا الصدد شكراً جزيلاً السؤال التالي أود أن أطرحه على نائب الوزير السيد نزار كيف يمكننا أن نشرك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في المبادئ التوجيهية ومدونة قواعد السلوك؟ هذا السؤال كبير بالنسبة لنا في إندونيسيا كما تعرفون فإن الذكاء الاصطناعي أصبح موضوع الساعة هذا هو الحال في دول أخرى أيضاً ونحن لازلنا نسعى إلى تحقيق أفضل الممارسات التي تمكننا من أن نقوم بتنظيم الذكاء الاصطناعي في بلادنا نحن نعرف أن اليونيسكو تعمل في هذا المضمار ونحن نتقاسم بعض وجهات النظر مع اليونيسكو في هذا الإطار نحن نحاول أن نقوم بتحديد خطوط توجيهية بالنسبة لإستخدام الذكاء الاصطناعي شكراً سأطرح نفس السؤال على السيد ماتسا شكراً جزيلاً كما ذكرت من قبل إنه من المهم أن نضمن أن النقاش يشمل الجميع وأن تكون هناك أصوات متنوعة تشارك في هذا النقاش فهذا ضروري أن نضمن مشاركة الجميع حتى يمكن أن نكفل الاستدامة على المضى الطويل لهذه الجهود أيضاً يجب أن تتم هذه المشكلة عفواً يجب أن يتم هذا النقاش في إطار نقاش وفي إطار حوار وأن يتماشى هذا مع الجهود التي بذلتها منظمات مختلفة حتى يكون هذا العمل فعالاً على المدى الطويل أيضاً من المهم أن يتم توسيع نطاق هذه النقاشات وهذا الحوار بحيث يشمل مختلف الأصوات فنحن يشغلنا أن تصاب هذه المناقشات بالتشردم ولا نريد أن تتضارب الجهود فإذن من الضروري أن يكون هناك أيضاً تفاعل متعدد الأطراف ما بين الدول النامية والدول المتقدمة حتى نقلص من إنعدام التوازن أيضاً من الضروري أن تكون هناك ملكية لهذه العملية وذلك حتى نتمكن جميعاً من الاستفادة من المنافع التي يمكن أن تعود علينا من واقع استخدام الذكاء الاصطناعي إن الأمين العام كان محقاً عندما قال أنه علينا أن نشجع الدول أن تزيد من جهودها من أجل التعاون في هذا المجال وهذا في إطار الاتفاق الرقمي العالمي وأيضاً تجديد ولاية القمة العالمية لمجتمع المعلومات شكراً جزيلاً سيد ماتسا أطرح نفس السؤال على سيدة وون نحن نتفق مع التعليقات التي تقدم بها المتحدثون حتى الآن من الضروري أن تكون هناك عملية تشاورية بشأن تطوير المبادئ وأيضاً مدونة السلوك والمعايير الفنية التي سنسائل من خلالها الشركات والمنظمات من الضروري أن نستمع إلى قادة الفكر والدول خارج مجموعة السبعة والمجموعة الرئيسية الأخرى فمثلاً لدينا منظمة في جنوب شرقي أسيا بها عدد من الدول الأعضاء هناك هناك منتدى للدول الصغيرة هناك إذن عدة أصوات من الجنوب التي نحتاج أن نستمع إليها أيضاً من وجهة نظري سنغافورة نحن نعمل عن كثب مع الصناعة مع رواد الصناعة وأيضاً الكيانات المختلفة لأصحاب المصلحة فنحن يجب أن نفهم ما هي الذكاء الاصطناعي المسؤول يمكن أن نفهم هذا بصورة أفضل في سياقات محددة فإن هذا العمل ضروري في هذه العملية شكراً السيدة وانج بالإضافة إلى عملنا بشأن المبادئ التوجيهية ومدونة قواعد السلوك للمنظمات التي يطور أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة أتسع عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي إلى وضع مبادئ توجيهية لجميع الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون القائم على المشاريع مع المنظمات الدولية هل لديكم أي آراء تريدون مشاركتها حول النتائج المحتملة لتدفقة العمل المستقبلية هذه وما هي النواتج الأكثر أهمية؟ السيد ووكر إن نقاش اليوم قد أوضح الأهمية الكبيرة لتصليط الضوء على المسؤولية على جانب المسؤولية وأيضاً جانب الفرصة كما قال فينت فإن لدينا هنا هذه الأداء الرائعة التي تمكننا أن نستشرف المستقبل أن نتوقع الطاقس لمدة أسبوع مقبل يمكن أن نتوقع مثلاً الزلازل أعرف أن اليابان قد مرت بعدد من الزلازل المؤسفة وأفغانستان في اليومين الماضيين أيضاً فقدت آلاف من المواطنين بفعلي زلزال ضرب أفغانستان فإذا كان لنا أن نعمل سوياً كحكومات يمكننا أن نفهم هذه الأدوات بصورة أفضل حتى نفعل ما هو لخير مواطنين وإن هناك إذن هذه الأمور الهامة التي يجب أن نوزنها ما بين الانفتاح والأمن ما بين الشفافية وأمور أخرى فإذن نحن كحكومات في طليعة من يجب أن يفهم كيف يعمل الذكاء الإصطناعي علينا أن نقوم باستثمار في الأبحاث علينا أن نفهم كيفية عمل هذه الأدوات حتى يمكننا أن نستفيد مما تقدمه ويمكن أن تحققه في عدة دول مثل اليابان نحن نحتاج إلى زيادة في الإنتاجية للمواطنين ولكن هذا يعني أن شكل الوظائف سيختلف فكيف يمكن إذن أن نساعد العاملين أو العمال على استخدام أدوات الذكاء الصناعية في المستقبل فنحن يمكننا بالتعاون أن نحقق الإمكانات المختلفة لهذه الأدوات ونحن نتمن جهود مثل جهود مجموعة السبعة ومنظمة الأو إي سي دي والاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الصدد شكراً أنا أود أن أطرح نفس السؤال على السيد دانيك ليج بالنسبة لي أكثر النواتج أثراً أعتقد أنه بواجه عام فإن الشفافية مهمة في هذا المجال هناك الكثير الذي دار في الأشهر الماضية وأصبح هناك هذا الغلاف من الغموض الذي يحيط بهذا النوع من التكنولوجيات ما هي الكلمة التي استخدمتها كن؟ computational statistics الإحصاءات الحسابية فأنت تريد أن تطلق هذا التعبير على الذكاء الاصطناعي computational statistics إذن فنحن نريد أن نقوم بتحليل قدر ضخم من البيانات حتى نتمكن من الاستجابة إلى احتياجات مختلفة وفي بعض الأحيان نحن نفترض أن هذه النظم تمتلك قدراً كبيراً من الذكاء لا تمتلكه بالفعل إنها فقط هذه الأنظمة لديها قدرة جيدة على التخمين فإذن نحن يجب أن نعمل بشفافية في شركات كبرى مثلاً مثل متا وجوجل هذه الشركات التي تقوم بتطوير هذه النماذج فإذن من المهم أن نعمل بشفافية أيضاً يجب أن نعرف كيف تستخدم البيانات كيف نقوم باستخدام هذه البيانات فإذن هل نقوم أيضاً بجعل هذه البيانات متاحة للباحثين فمن المهم أن نعمل بشفافية وأيضاً في إطار مدونة سلوك هيروشيما من المهم أن تكون لدينا القدرة على تطقيق في المنتجات المختلفة للذكاء الاصطناعي حتى نعرف مدى موثقياتها وأيضاً إذا عرفنا أن مثلاً هذا الشيء هو من إنتاج الدكاء الاصطناعي كيف يمكن أن ينقل هذا الشيء من منصة إلى أخرى أو من منبر إلى آخر إن الإنترنت ليست عبارة عن صوامع أو أماكن تعمل بمعزل عن بعضها البعض إن هناك هذا التدفق المستمر للمعلومات عبر الإنترنت فالشفافية إذن ضرورية شكراً جزيلاً كان هذا هو السؤال الأخير وأنا كميسرة علي أن أقوم بتلخيص هذا النقاش ولكن أنا أحتاج إلى ساعة إضافية حتى أتمكن من تلخيص هذا النقاش فلدي تعليق أو اثنين بشأن هذه المسألة مرة أخرى أنا استمتعت بهذا النقاش ونحن تحدثنا عن المبادئ التوجيهية والإرشادية ومدونة السلوك ولكن الأمر يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك هناك عدد من المبادرات والشركات والمنظمات الدولية التي تعمل في إطار ثقافتها المختلفة وتعمل على تطوير تدابير من أجل التعامل مع هذه التكنولوجيات الجديدة الذكاء الاصطناعي التوليدي وهذا أمر يمكن أن يصيبنا باللبس بسبب اختلاف هذه الجهود اليوم تحدثنا أيضا عن الشفافية وأنها مسألة هامة أيضا وهناك كلمة رئيسية كررها المتحدثون وهي التعاون إن المنتدى يمتد على مدار عدة أيام فمن المهم أن نناقش مدى أهمية هذا الموضوع وكيف يمكن لنا كمطورين أو مستخدمين أن نتعامل مع هذه التكنولوجية الجديدة حتى نجعل من مجتمعاتنا مجتمعات أفضل إن هذا النقاش يمكن أن يقدم الإرشاد الفعال لعملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي أنا ستوقف عند هذا الحد وأخيرا أود أن أدعو السيد سوزوكي وزير الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان لكي يتقدم ببعض الكلمات الختامية مرحبا بكم جميعا وشكرا على هذا النقاش الفعال كما قال الرئيس الوزراء فإن الخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي فإنها تذهب إلى ما هو أبعد من حدودنا وهي تمتد عبر جميع أنحاء العالم إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه أن يؤدي الكثير ولكنه أيضا به المخاطر أو ينطوي على بعض المخاطر ونحن علينا أن ننظر في هذه الجوانب المختلفة للذكاء الاصطناعي إن المنظمات الدولية والحكومات والمطورين قاموا والباحثين أيضا والمجتمع الدولي قاموا بتقاسم عدد من الأفكار بشأن هذا الموضوع نحن علينا إذن أن نحاول أن نتغلب على المشكلات ونحاول أن نعمل على تحقيق الأفضل من الممكنات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي إن الإجتماع الوزري للتكنولوجيا والمسائل الرقمية التي عقد في أبريل من هذا العام وفق على مناقشة الفرص والمخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستفادة من منظمة التعاون الاخصدية والتنمية والشراكة العالمية حول الذكاء الاصطناعي وهذه شراكة هامة لنا وشكراً لكم جميعاً على حسن انتباهكم وعلى مشاركاتكم شكراً جزيلاً إذن نحن وصلنا الآن إلى نهاية هذه الجلسة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي أود منكم أن تصفقوا لجميع المشاركين إذن أنا سأعطي المايكروفون الآن إلى مياثرة هذا الجزء من المؤتمر شكراً جزيلاً السيدات والسادة لقد وصلنا الآن إلى نهاية الفريق الرفيع المستوى الخامس حول الذكاء الاصطناعي أود أن أعرب عن تقديرنا لحضوركم اليوم شكراً جزيلاً لكل المتحدثين